هلا زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازمة المتعافين من الفيروس ده لعلاج الحالات الحارجة والوزيرة قالت أنه تم تطبيق تجربة حقن بلازمة المتعافين لبعض مصابي فيروس كورونا من الحالات الحارجة في مستشفيات وزارة الصحة والسكان وأظهرت التجربة نتائج مبدئية مبشرة ده من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي ده مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات وزيرة الصحة نشدت المتعافين من فيروس كورونا بعد مرور 14 يوم على شفاءهم التوجه لأقرب مركز دمي تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة بحيث بيتم تفعيل العمل بخمس مراكز لنقل الدم على مستوى الجمهورية لسحب بلازمة المتعافين وبتشمل المركز القومي لنقل الدم في منطقة العجوزة بالجيزة بالإضافة لعدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم في محافظات إسكندرية والمينيا والأقصر والغربية موسيقى موسيقى